نرجع ثاني لسينا أنا حبيت بس أقول لكم أنتم اللي عملتو خلال السين اللي فاتت كان ممكن أول ما يتعملش دلوقتي وكنا أجلنا أجلنا لغاية لما نخلص يعني زي ما النهاردة بنبدأ كده نقول يا حنبدأ نعمل كل اللي انتم شفتوه صدقوني إذا كنا احنا بنقول الرقم اللي اتكلف بي سينا ده تعريبا بالدولار في حدود من 40 ل 50 مليار دولار صدقوني لو بنعمله دلوقتي وبدأ ده دلوقتي إحنا حنتكلف ضعف أضعاف الرقم ده طبعا بالإضافة للوقت اللي حنبق محتاجينه للتنفيذ طب أنا عايز ايه من الشركات اللي شغالها هنا يعني لو كلمت ماتيت وحقول له يعني أنت بتعمل بالك كتير جدا محطات تحليط ميا ومعالجة صرف زراعي وصرف صحي في مصر طب احنا الحجم المكون المحلي اللي احنا عايزين نحتاجين منكم انتم عندكم الخبرات وعندكم الاتصالات بالناس عشان تزودوا حجم الصناعة المحلية مثلا للأخشية ادي كنتوا شايفين حجم المحطات اللي احنا بنعملها واللي حنعملها لان احنا قلنا ان خطتنا في المية ان كل المدن الساحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر هتبقى دكتور مصطفى مية تحليل وبالتالي ده برنامج كبير والبرنامج ببينتيش بينشاء المحطة انت عارف ده كده كويس واحنا جاهزين حاضر يلا واحنا كمان جاهزين مش امري ده كان الفكرة كلها ان احنا عايزين الكلام ده يبقى بيتعامل لشغل ناس في مصر وكمان يوفر عملة حرة احنا بنشتري بيها المنتجات او الخامات او القطع الغيار اللي احنا عايزينها للموضوع يتبقى البرنامج اللي احنا بنتلقوا النهاردة لكم كلكم احنا اللي فدكم واللي جايكم تاني اللي فدكم واللي جايكم تاني ايه وقت تفتكروا ان احنا بعد التضحية اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام هنقول متشكرين بالايه بالكلام لا احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل اه بالاهتمام والعمل صحيح أنا بقول لكم كده عشان تبقى الأمور واضحة واللي حيقوم بالكلام ده أهالي سينة كشركات موجودة وأبنائها وقالوا لو احتاجنا أن احنا يبقى في شركات أخرى لا بأس لكن هو قد فتكروا أن احنا هنرضى باللي كان موجود قبل كده لا مش حصل ولو ما كانش ده كان في بالنا وكان تخطيطنا وتنفذنا اللي احنا عملناه خلال التمس سنين اللي فاتوا اللي احنا قلنا رقم وإحنا بنحارب الإرهاب وقدر أكتر ناس تعرف المعاناة انتم مش انتم فقط كماولين لكن انتم كنتوا الحياة بتعاق تماما مش بس نتيجة الإرهاب اللي بيتم نتيجة الإجراءات اللي الدولة بأجهزتها كقوات مسلحة وشرطة بتعملها للتأمين فكان النهاردة حركة الحركة من الغرب للشرق والعكس من الشرق للغرب كانت حركة فيها إعاقة كبيرة حركة المواد حتى الأسماء ده كنا احنا بدخلها بحساب نتيجة انها ممكن تستخدم بحاجة تانية فالفترة اللي جاية ان شاء الله احنا محتاجين منكم ومن كل الشركات اللي موجودة في سيناء انها تشتغل معنا بس يا أصلي هتاخدوا من هنا على وتشرق قولها خلاص هتاخدوا على وتشرق هنين المصرفان دي ما احنا بنص التمن كبير بنص التمن بنص التمن طيب بدا يكرمك يا أصلي طبعا لا طبعا او هو معنا صح بالتكلفة بعد يزنك معلش هتحصل بالتكلفة طيب هيعلم نص التمن بتكلفة علم نص التمن طيب يا أصلي وتشكرين جدا وأنا سعيد بكم وبشكركم وبشكر كل أهل سيناء